بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة وقال وزير الداخلية في البرقية إن الاحتفاء بتلك الثورة المجيدة إنما يجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراسخة في ضمير ويقين الأجيال لتحفظ العهد ولتبدل المزيد من الجهد لفتح آفاق غد مشرق ومستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بوحدته واستقلاله في عزة وكرمة كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة بتلك المناسبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس أنواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وأكد وزير الداخلية في برقياته أن ثورة يوليو ستظل نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني ونموذجا فريدا للإرادة الشعبية تحبيها مؤسسات الدولة المصرية صونا لمقدرات الوطن كما أضاف أن الاحتفاء بتلك الثورة يرسخ أعظم صور التحدي والإرادة لصناع ولصناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء في ظل القيادة الوطنية الحكيمة كما شدد وزير الداخلية على أن ثورة يوليو ستظل على مر العصور علامة مضيئة في وجدان الشعب المصري العظيم ونموذجا للتحول والتحرر بإرادة شعبية وعزيمة قوية لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها بسواعد وعزائم الأبطال ترجمة نانسي قنقر